احنا بنجيب سمك فليه اوكي ومعانا بقى سمك فليه جنباري اي نوع من انواع الاسمك انا بديهم تشويحة بسيطة بسيطة على النار انا مش عايزة هم مستويين انا عايزة بس اشوحهم تشويحة بسيطة بنحط البصر تمام المعادير معانا على الشيشة ايه تمام ياخدوا بس تقليبة بس بعد كده تجديب في اصناف الاسمك يعني او ياني بصي حاجة كده بس بسيطة على اساس اعرف احطها جوه الستيك تمام طبعا السمك بيها شاء الكربس اوكي احط له بقى التوابل بتاعته بودر التوم بودر التوم وكمون وبصل بودر وملح احنا برضو بنقول ايه اللي مش عايز اي مكون من المكونات في الوجبة كلها بزبط ممكن يستغنى عنها ايه احنا مش بن يعني مش دي الاساسية يعني بزبط اه هوا هيتعمل ششتاوك فهنحطه في الستيك بتاع الششتاوك طب قولنا ان لو اردارات بقى بتاعت الحلويات دي عشان العيد والحاجات اللي زي 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 تمام بصي احنا اه يعني قعدنا نقول ايه احنا هنعمل اردارات السمك قبل الراس السنة تمام و هنجهزها اه قبل الراس السنة على اساس تبقى جاهزة لأي حد يطلب فهم قصدي اه اه اللي والتجهيز اللي قبل ده اه لازم و قبل العيد قولنا نجهز الكحك والبسكويت ايوا علشان خاطر اه واحنا عايزين بس انو انتو عندوكو توصيل في كل المحافظات اه عندنا توصيل في كل المحافظات اه تحيز يتوصل مع خدمة بيت لحم الارقام بتظهر على الشاشة بس التوصيل بمش خقدر اوصل لهم كل الحاجات اللي احنا بنعملها يعني حاجات اللي بتبوز او حاجات اللي هي جاهزة ready to cook مش هينفع ان احنا ايه نوصلها فهم قصدي لأ بوصل الحاجات زي الكحك والبسكويت بوصل اله طب لو حد عنده يعني عوزو ميت والحاجات اللي زي زي وطلب او در مثلا بيكلمنا قبليها بيوم واحنا اه يعني بنكون جاهزين معايا في كل حاجة بس حاجة العيد جاهز انها تتوصل عادي صح؟ اه بالزبط كده بالزبط طبعا احنا بنعمل كده العصيان الشيش طوق انا شايفين كمان الالوان الالوان مبهرة صح؟ جدا ناخد بس نقطة زيت وفكرتها تخفى وبتخلي الاطفال يبقوا مبسوطين جدا وهم يعني بيستعدوا معايا بيستعدوا معايا وبياكلوا معايا الاسماك كمان بس بطريقة مختلفة اصلي فيه اطفال تقولك انا ما اكلش السمك طب انت في يوم وعاملة كاترينج وعاملة عزومة هتأكلي ولادك ايه؟ لا هم الاطفال بيحبوا الالوان فهم قصدي؟ فاي حاجة تبقى فيها الوان الاطفال بيحبوها جدا 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 تمام؟ احنا دايما بنحاول ندور ان ولادنا ياكلوا من بيوتنا اكل هلسي وصحي واكل يكون ممتاز ونضيفه وتبقي مضمون وضمنه وهو ده هدفنا في بيت لحم يعني احنا دايما هدفنا ان احنا نأكل ولادنا حاجة نضيفة ومضمونة ونقدر ان احنا ايه يعني نأكلها لأولادنا فهم قصدي؟ صحيح طبعا دي اهم حاجة اه دي اهم حاجة وهو ده اللي بنتبعه حتى لو عملنا وجبات للمشردين نبدأ نحطه كده نحن نحط اه نحن نشغلين نحطين اي مادة دهنية في الزيت؟ اه حطين فيه ساعات ممكن نستخدم زيت زتون او اي نوع زيت احنا حبينه فهم قصدي اه الوضع بيبقى مختلف يعني واطفالنا لما ياكلوا من ايدينا اكل نظيف بتبقى وضعها مختلف وبتبقى متطمينة على ابنك بس بسيطة وسهلة كمون وتوم والتشويحة بتاعتنا العادية ليه لو انا ما عملتش حتة التشويحة دي؟ بصي انا عن نفسي بحب اخلي السمك بتاعي ليه نكهة وليه طعم فهم قصدي؟ فانا عن نفسي ممكن تتبليه وتسبيها قبليها بيوم في التلاجة يعني انا عن نفسي بحب اخلي الحاجة يبقى ليها نكهة وليها طعم بحطها قبليها بيوم بس احنا دلوقتي عشان على الهوى ومستعجلين فانا عايزة اخلي في البيت ممكن بقى براحتهم جدا يعني يتبلوها قبليها بيوم يحطوه في التلاجة او ممكن قبليها بساعة لو انت مستعجلة برضو هياخد النكهة بتاعتنا فهم قصدي؟ وتبقين تابع بقى معيهم وتقلبي على قد ما تقدري ما رأيك في الأشكال والألوان أشكال والألوان والألوان نحن نحن نشكل ألوانات وحاجات مختلفة أحمر وصفة لا أنا جايبا لكم نهاردة كل الألوان كل الألوان معي بصي هو اللي بتقار في الأكل بيخليكي نفسك حلوة ده بيخلينا ناكل كتير بقى صح؟ ده كده إحنا ضد الفكرة الأولية يا خلص لا إحنا برضو بنقول إن إحنا يعني ما هو السمك ده حلو ده صحي مغزي جدا هو مغزي جدا وشيك جدا طريقة أبسر في النظر عن اللي في الفرن بالفشاميل وكله بس ده لازيز يعني فكرته حلوة ده يفاكل عادي ممكن نعمله بطريقتين ممكن نحطه في الفرن وممكن يبقى كده على الجريل ونقلب فيه لحد لما يطلع ويسوي نحطه في الفرن نحطه فيه سوس كده أبيض اللي هي الفشاميل التانية عليه أه ممكن فكرة بصي؟ نوزي في حتة تانية خالصين أيوة فيش ضايت خلاص أه أكمل لكم بقيت أه طب وانتي بتعملي بقى تكلمين عن خنة بيت لحمة أكتر ناس تبقى حبة أن هي تعرف الخدمة أكتر إحنا مؤخرا اكتشفنا خط السير مختلف جريل خط السير اللي إحنا كنا ماشيين فيه ممكن نشعارفين الناس اللي موجودة وحقيقي تدبير الله يعني مش طبيعي تدبير وفاق كل عقل بدأنا نعرف إن الناس دي أسر كاملة أعدى أعدى في الشارع يعني في الشارع ممكن نشعارفها وتواصلنا فعلا مع المسؤولين وفعلا كل الشكر للمسؤولين القائمين معينا وفي وزارة التضامن الاجتماعي حقيقي ناس متعاونة ومتجاوبة وساعدونا كتير في إن إحنا ننقل الناس وخصوصا أطفال فكل الشكر والتقدير ليهم حقيقي فعايز أقولك هم إيجابيين معينا وخطة نجدة الطفل الخط السريع لنجدة الطفل برضو يعني مستجاب معينا مش زي الأول كنا بنعاني عشان حد يستجيب معينا لا دلوقتي الوضع مختلف خدمة أبونا يوسف خدمة فعيلة الأب الكاهي المسؤول عن خدمتنا أبونا يوسف فهمي خدمته خدمة جبارة هو علمنا حقيقي المحبة وعلمنا إزاي ننزل ما نبقاش خجلانين منهم وعلمنا إزاي ننزل ما نبقاش خايفين وإحنا بنتعامل معيهم ونحتويهم إزاي ونعرف منين إنه هم فعلا محتاجين أو مش محتاجين فهم قصدي فدي في حد ذاتها نعمة كبيرة جدا مش موجودة عند أي حد وخدمة رائعة أنا عن نفسي بحبها جدا جدا أنا بشوف فيها المسيح رأسا يعني خدمة مشردين دي فعلا أنا بشوف فيها ربنا لأنه هو قال كنت جعانا في أطعام تموني كنت عريانا في أساقام تموني فربنا مختلف والخدمة معهم مختلفة ولما فعلا بنحتاج لشيء بلاقي ربنا فعلا جبهنا يعني بطريقة رهيبة وأوفره لنا بطريقة رهيبة يعني كنا في الفترة اللي فاتت كنا فعلا محتاجين بطاطين لقينا ربنا وفرها بطريقة جميلة جدا كنا مثلا محتاجين لأطفال لست مولودين محتاجين ألبان وبومبرز وحاجة زي كده ربنا وفرها بطريقة جميلة جدا 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 فحقيقي نشكر ربنا على عظيم مجده ورعايته لينا إنه هو مش سايبنا خالص احنا كده خلصنا ده اه 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 ده الشكل النهائي بتاعنا هو كده ما بيخد شوقت على النار اه لا ما بيخد شوقت على النار خالص هو علشان كمان احنا مشوحين جزء منه فمش بياخد وقت ده بيساعد شوية اه اه أسرع شوية اه حلوة فكرة الخطوة الاولانية دي اللي قابلت دي اه ايوه ما انا بقولك دي تنجز انا عنافتي لما اكون مستعجلة ونزلة سريع اقوم عاملاها بسرعة واخدها الحاجات دي في بوكس الولادي مثلا ودي بتبقى فكرة حلوة حلسي جدا صحية فيها اسماك بشكل حلو يخلي الاطفال يتشجعون هما يكلوا الاطفال والكبار وكلنا نتشجع ان احنا يكلوا هم